اشد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي اعتزازه بالمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام خلال الفترة من الرابع والعشرين من فبراير حتى مارس المقبل برعاية صاحب السمو شيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العلى للاتحاد حاكم الفجيرة بدولة الامارات وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وبدعوة كريمة ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس الهيئة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان واشهد بجهود هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام في تنظيم هذا المهرجان الدولي كأحدى التظاهرات الفنية والثقافية والاعلامية المتميزة على الساحة الاقليمية والدولية بما يشمله من عروض فنية بمشاركة عربية ودولية واسعة تعبر عن التعايش والتلاقي بين مختلف الشعوب والحضارات والثقافات في بلد المحبة والتسامح فضلا عن الاحتفاء بذكرى الشيخ زايد بن سلطان آلن هيان رحمه الله تزامنا مع عام زايد في لبتة انسانية راقية وأكد سعادة السيد علي الرميحي وزير الشؤون الاعلام حرصه على تعزيز التعاون الاعلامي مع الامارات في مختلف قطاعات الاعلام والاتصال وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والتقنية بما يعزز دور الاعلام في توثيق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر